منذ بداية عام 2022 وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية بدأت الأسعار في الارتفاع وبدأ التضخم بالتحليق وبدأت البنوك المركزية والفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ليسحب الأموال من الأسواق عن طريق تشجيع الإيداع والحد من الإقراض فبالتالي ينخفض الانفاق فينخفض الطلب ويتنخفض الأسعار والفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة منذ مارس عام 2022 قرابة العشرة مرات متتالية بمجموع 5% التضخم في أمريكا في أبريل انخفض بأفضل من التوقعات بنسبة 4.9% بينما أشارت التوقعات إلى بقائه ثابتة عند المساويات 5% لكن على أساس شهري ارتفع التضخم في أمريكا بنسبة 0.4% كما كان متوقعا من مساويات 0.1% أما التضخم الأساسي والذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء ارتفع خفضها بنسبة 5.5% بعكس التوقعات التي أشارت إلى أنه يبقى ثابتا عند المساويات 5.6% التوقعات حيال سياسة الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة أو خفضها بنسبة 81% قبل صدور نتائج التضخم والبيانات أشارت الاحتمالية بنسبة 81% إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيبقى أسعار الفائدة الثابتة عند المساويات الحالية والبالغة 5.25% لكن بعد صدور نتائج وصلت الاحتمالية نسبة 91% إلى تثبيت أسعار الفائدة لكن عودت الانخفاض إلى 85% أما التوقعات المتعلقة باجتماع يوليو أشارت قبل صدور النتائج التوقعات بنسبة 26% إلى خفض أسعار الفائدة بنقدار 25% لكن بعد صدور بيانات التضخم التوقعات أشارت بنسبة 36% أنه سيخفض أسعار الفائدة بنقدار 25% لتصل إلى 5% لكن النسبة التوقعات الكبرى والبالغة 55.6% تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة أيضا في اجتماع يوليو عند المساويات الحالية أول البالغة 5.25% لكن الفدرالي الأمريكي يتوقع بأنه سيبقى أسعار الفائدة أو سيبدأ بخفض أسعار الفائدة في بداية يناير في عام 2024 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر